يجلس الزوج مع زوجاته من أول الأمر ويقول هذه حقوقي وتلك حقوقي ولكني في باب الإسعاد الزوجي والحياة الهانئة الكريمة أوجه رسالتي للأزواج وللزوجات ما هي أوصحهم أن يجتهد كل واحد منهم أن يفي للآخر بحقه وأن يتنازل عن بعض حقه فما استقصى كريم قط ما استقصى كريم قط نعم كلا طرفي قصد الأمور فكذلك إذا كذلك فكذلك الزوجة أن تعرف ما هي حقوق الزوج وتحرص وتجتهد على الوفاء بها وتتنازل وتتغاضى عن كثير من حقوقها بهذا تستقر الحياة باستهاد تسير الأمور بهذا أيها الأخوة تكون فيها الرحمة